الاستغلال الأمثل لثروات الغاز الطبيعي والنفط في منطقة الشرق المتوسط هدف جمع سبع دول متوسطية لتكوين منتدى الغاز الذي عقد اجتماعه الثاني في القاهرة بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وفرنسا والبنك الدولي إلى جانب وزير الطاقة الأمريكي إيريك بيري أعتقد أن أحد أسباب انخراطنا في المنتدى هي التكنولوجيا والتعاون بعض الشركات الأمريكية بالفعل موجودة هنا وتنخرط في العمل وستستمر وتلعب دورا هاما وسوف يكون هناك شركات أمريكية أخرى في بعض القطاعات اتفاقيات لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر وكذلك مد خطوط للغاز بين مصر وكبروس أوجه تعاون بين دول المنتدى من المنتظر أن تؤتي ثمارها قريبا خصوصا بعد اكتشافات كبيرة في المنطقة من الغاز التعاون ده والتكامل هيكون تكامل صحيح في الغاز بس ده بينشئ أعمال وبينشئ اقتصاد وتجارة وبيرجع على شعوب المنطقة بالخير وفي نفس الوقت يبقى فيه سلام نتحدث عن الموارد الطبيعية مصر وإسرائيل وكبروس وجدوا وصنعوا اكتشافات رائعة في المنطقة الاقتصادية بالفعل يمكن لكل دولة أن تطور هذه الاكتشافات بمعرفتها ولكن التعاون الإقليمي سوف يساعد كل منا لصنع الأفضل لشعوبنا وللمنطقة تهدف مصر بشكل رئيسي إلى أن تكون مركزا للغاز المسال في المنطقة وحلقة وصل لتصديره إلى أوروبا لكن الطريقة لا يخلو من عقبات تواجه هذا التجمع الاكتشافات الكبيرة والثروة الضخمة من الغاز أثرت توطرات إقليمية بعد تصاعد خلافات حول ملكية الحقول البحرية بين دول منتدة وتركيا التي رفضت الاعتراف باتفاقية ترسيم الحدود وبدأت التنقيبة في المنطقة المناوشات التي تعملها تركيا على الحدود البحرية بتاعة قبرص طبعا هي أكثر دولة متضررة وبعدها باقي الدول يعني هي بتحاول تغير كمان الحدود البحرية بتاعة ليبيا يعني دي عقبة وعقبة كبيرة بس دي عقبة سياسية تمام في عقبات بتبقى فنية منتدى غاز شرق المتوسط أنشأ لجنة استشارية لصناعة الغاز قد تسمح بمشاركة القطاع الخاص في أنشطة المنتدى الذي يسعى أعضاؤه إلى الارتقاء به إلى مستوى منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بالكامل في مواردهم الطبيعية وفقا للقانون الدولي محمد محيدين الحرة القاهرة